الهجوم الليش يدعم السريع بدلا عن تصدي لها جماعة الجيش اصبحت تحرب وتترق عتادها من سيارات واسلحة وزخاير وبعدهم يسلم نفسه لارتقاسات الجيش انحنا الكلام اللي بنتكلم فيه ده بقينا مع الشي اللي المقطع فوق الممتازة الناس ديال بدل ما كانوا بيهاجموا وبيتصدوا الليلة لا الناس ديال بيقوا بيهربوا بيخلوا عرباتهم بيخلوا سلاحهم وقفوا الغايد كده لا ما وقفوا الغايد كده بيقوا بيسلموا لارتقاسات الجيش ما خلاص انت بعد ده بيقى ما عندك مكان عشان تمشيه الكذيب التضليل الفبركة الاعلامية اللي كان بيعملوها القحاتة ومن يعاونهم ومن يساعدهم عشان يسبتوا المليشي دي في الارض بيقى ما فيه عشان كده الصراخ والعويل بالدولية انتوا ما شفتوا الجرائم الفاتت كلها بتعطيها طيب ديال منونزاتهم ان احنا نسعم ان هذه قوات تابعة للجيش لكن احنا ما مداكدين الله ايدي الجيش ولا ما جيش الله اعلم الله اعلم ان احنا ما عارفين طيب نواصل في تقريرنا عشان ما امسك بيكون زمن طويل قالك مسيرات الجيش اصبح وتساعد الجيش في فتك المنظومة الدفاعية للمليشيا وتساعد الجيش في تقدم بسهولة في كل المناطق يفكر بالهجوم عليها ويتمكن من السيطرة عليها ده تقرير ميداني يا جماعة قبل كم يوم طلعت قلت لكم والله ان احنا المسيرات اطلحي ما تتكلم عنها دي انه احنا حنسيطر على المسيرات وانه تاني ما في مسيرات بتخش وانه دي عبارة عن رسائل بتاع التطمين لقواته انت ما مسيطر على مطار برسودان انت ما عندك علاقة بحجم المسيرات الجاعد تدخل ما عندك تواصل مع اي دولة تقدر تتكلم مع انها توقف المسيرات دي اللينا تقرير الجيش الميداني بيقول ليك انه المسيرات مقطية كل المسلحة طيب الكلام ده معناه ايشنو؟ معناه غير الاستطلاع بتاع الطيران غير الطيران الحربي الكلام الحاصل ده كل ما نمشي فيه قدام ان احنا قاعدين نسيطر اكتر واكتر وقبل كده قلت لكم المسيرات بدل ما كانت بدل ما كانت المسيرة ويس بطير لها ستة ساعات وتمانية ساعات الان المسيرات كل يوم انتوا قاعدين تشوفوا فيديوهاتها المسيرة بتكون طايرة فوق راس الدعامي 24 ساعة تدقوا امتال الله اعلم نمشي للنقطة الثالثة في التغيير اول رابع قال ليك خصدت المسيرات اعضاء ضخمة من جنود الماليشيا وبعضهم شلت حركتهم تماما الموضوع في الماليشيا ما بقينا زي الاول الماليشيا الاستهداف حقها بيكون عن طريق انه والله يا اخي لا بنستهدف افراد في الماليشيا بيقى الاستهداف للعربات وللعتاد حقهم الليلة القوة الانفجارية بتاعة الدانة القاعدة تنزل في الماليشيا او مقزوف المسيرة ده اه الناس شافت الفرق فيه زمان كان مخلي المسيرات بتاعة القوات المسلحة انها ما تقدر تزيد قوة المغزوف او الحمولة بتاعته حجب المسيرة زاتها الليلة المسيرات الجات حاليا متواجدة عند القوات المسلحة بكميات رهيبة وبكميات فلكية الليلة زادت القدرة بتاعة المغزوف وزادت الحمولة بتاعة المغزوف بيقى المغزوف المنطقة البنزل فيها بمسح الحوالينا كلها بما في ذلك العربات والفيديوهات اترفعت لكم وشوفتوها نكمل في تغريرنا التغرير ده لحد ما نصل نهايته طيب قال لك الحدوث عن الهجوم الكلام ده غير صحيح الحصل شنو طيب الحصل انه الهجوم كان من القوات المسلحة على ارتكازات للمليشيا الارتكازات دي القائدة المباشرة الكان مسؤول منها امنو القائدة المباشرة الكان مسؤول منها هو صغيرون موسى حمدان دقلو صحيح يا جد صغيرون تمام صغيرون ده جا من وين قال لك صغيرون ده هرب من باب نوسى بعد الهجوم الفاشل للمليشيا وين في باب نوسى طيب الحاصل شنو حاليا الحاصل انه قيادات المليشيا الكبيرة او النخب من المليشيا بيقات يا اما بتهرب من الميدان يا اما بتسلم قوات تسليم اهالي للجيش كيف بيقوا يسوقوا المليشيا بتاعتهم دي ويحركوها في مناطق على اساس انه ياخدوا بها مكاسب اعلامية او ياخدوا بها غيره وفي النهاية بيجوا راجعين لنقطة واحدة انه القوات بتاعتهم دي يا اما قاعد او بيسلم للقوات المسلحة تمام دي الحاجة الحاصلة حاليا وين في من درمان الناس اللي بتكتف فيه مدني مدني جايكم لا بتقرير مفصل انا بك قلت لك انا اللي جاي اقرى لك تقرير ما جاي يحلل لك ولا جاي يقول لك الحاصل شنو تقرير حاجر لك وحامشي طيب الازاعة الناس اللي بتسأل عن الازاعة طيب الازاعة والتلفزيون الجيش بحاصرة من اهم اتجاهين في المنطقة من الناحية الجنوبية بالكامل باتجاه سوق الموردة ومن الجهة الغربية باتجاه دار الرياضة الجيش بيقى قافل الازاعة من اتجاهين الاتجاه الاول اتجاه سوق الموردة والاتجاه التاني هو اتجاه دار الرياضة كده حاصر الجيش وين؟ حاصر اتجاه الكبري بتاع الحديد ما في ليو طريقة الكبري بتاع شنبات أصلا مقطوع المليشة دي تمرو كبا وين بالبحر مروقة بالبحر الزات وما بيحلة مشوا قاعدوا مع السلاحة الطبية على اساس انه يعملوا مفاوضات انه اي فرد في الماليشيا في اي منطقة داخل السوداء انه نحن ما عندنا استعداد انه نحن بعد نرجع تاني بعد الحرب نبني دولتنا ونبني مواقعنا ونبني حاجاتنا تاني يطلع علينا ماليشيا ولا تطلع علينا قوة شعلا لا سلاح تعمل لنا زعزع علي مواطب وتعمل لنا غيره انا افاوضك في شنو تعلم عليش الي لان افاوض الماليشيا في شنو انا لازم يكون في حاجة عشان افاوض على الماليشيا دي انا في الارض مسيطر مافي سبب يخلينا قهد معكش في قوة في تواصل طالما انه انا في الارض مسيطر انت ما عندك حاجة هتفاوض معك ليه الحاجة التاني الناس اللي بتتكلم عن تفاوض حمدوك شليط قحت والريمامدل اي تلقير تفاوض في شنو انا حقدر انسى الحاجة لعملات الماليشيا في بيتي ولا في اهلي ولا في المنطقة اللي انا قاعد فيها. كيف? الليلة الماليشيا دي دمرت كل الحاجات وكل المعتقدات السودانية. ودمرت كل المفاهيم بتاعت المرؤة والرجولة والدين. تمام? ياخد الناس دل حتى زكرياتنا. زكرياتنا صورنا فيديوهاتنا. اه غرفنا. تقريرنا. طيب. قلنا الجيش نسيطر مع او محاصر الازاعة عن طريق منطقتين. المنطقة الاولى هي دار الرياضة. كويس والمنطقة التانية اللي هي سوق سوق الموردة. طيب. قلت في الايام السابقة دخلنا الى اخر اماكن تواجد الماليشيا. الله اكبر. اخر تواجد الماليشيا. وين اخر مواقع لي تواجد الماليشيا دي? قلت في الصالحة والمربعات وتمكننا من جمع معلومات كافية. ستظهر لكم نتائجها الحاسمة في اليومين القادمين. طيب. الجيش قال لك شنو? قال لك والله في اليومين الفاتو دخلنا لاخر معاقل التمر وين? في المربعات وفي صالحة. طيب. دخلوا عملوا شنو? الليلة عندك استخبارات قوات مسلحة متواجدة في المناطق دي. دخلت جماعة معلومات عن ارتكازاتهم. عن حاجاتهم. عن غيره. الكلام ده كيف? الكلام ده تم بطريقتين. بأفراد دخلوا هناك. والحاجة التانية تم عن طريق المسيرات. يعني المنطقة تانية اللي هم ما اسكنها. وبتكلموا عنها. في انهم درمان نحن متواجدين فيها. انت متواجد في منطقة الان اللي هي بتاعة الفتيحاب والمربعات سوق ليبيا. الفتيحاب المربعات سوق ليبيا. الجيش قال لك والله نحنا دخلنا المناطق دي. عدينا ارتكازاتها. جبنا معلومات منها. رفعنا. قدر شنو وضعه هناك. الهجوم او النتائج بدعة الحاجة دي. هتظهر لكم في خلال اليومين الجايات. الله اكبر. نمشي قدام في تغريرنا. قال لك والله ما يجري في ام درمان. هو عبارة عن تشطيبات عسكرية فقط. الحاصل الان في ام درمان. هو عبارة عن تشطيبات عسكرية فقط. الكلام ده بعد شوية حنعلن لكم الباصات. وحنعلن لكم المبادرات. وحنرجع الناس بيوتها. لانه دي من اولويات. من اولويات بعد ده. الحاجة انه الناس ترجع بيوتها. اللي لجيش عمل لك الفيديوهات من كرري لسلاح المهندسين. بعد ما ننظف الصالحة. وننظف المربعات. وننظف سوق ليبيا. والجيش تاني يعمل لك منها فيديوهات. بعد ده ما في اي سبب يخليك انت قاعد بر بيتك. ترجع بيتك. وتقعد. تمام? وتنتظر باقي تحرير الخرطومة الباقي. اللي هو في التغرير ده. انا جايب لك السبعة شوية. المنطقة بتاعة بحري. نخش في منطقة بحري طوالة. منطقة بحري يا ناس بحري. استبشروا خيرا. والتقرير ده من ارض الميدان. واتحدى. اتحدى قاحاتي.